يعني لكل الأسر اللي بتشوف على أولادها هذه المشاكل أو الأعراض أرجوكم ما تتأخروش كل حاجة يمكن علاجها لكن المشهد ده زي أديكوا شايفين واحد نازل بسيف يقتل يدبح في الناس واحد بقتل أهله واحد بيموت مراته يعني الحقيقة المشهد ده والمخدرات دي يعني أنا متأكدة أنه حيتم ضبط كثير من الأماكن لتصنعها ولكن إحنا محتاجين أن إحنا أي حد يشك أن أولاده عندهم هذه الأعراض سواء شباب كبار شباب صغيرين يبتدي يفكر ويروح لصندوق علاج الإدمان لأنه الموضوع مش سهل الموضوع بيؤدي للوفاة ويؤدي للجرائم هاديكوا شايفين ناس ما تتوقعيش أن ابنك ممكن ينصحى الصبح يموت البيت كله ها المشهد ده ده نتيجة تأثير هادي المقدرات المخلقة اللي بتسبب هلوسة هلاوس وغير الاكتئاب وكده بتسبب هلاوس سمعية وبصرية بيتخيل حاجات مش موجودة فينزل يموت في الناس ويموت في الناس اللي في البيت فأرجو الحرص ثم الحرص ثم الحرص عينينا على أولادنا لما نشوف هذا المشهد أو نشوف بأعراض نخلي بالنا ونشوف ونبتدي أنا ما ببلغش في ابني أنا بأخده عشان أعالجه في فرق من أن أبلغ في ابني وفرجي بأخده عشان أعالجه وإحنا طبعا عارفين أن خلاص بقى الدولة عندها الاختبار للقانون المؤخر الأخير أنه بيبقى فيه اختبارات عشوائية للموظفين الموظفين إذا كانوا بيتعطوا مخدرات فيه اختبارات عشوائية فيه فصل للموظف إذا كان مؤتعاطي مخدرات أظن الكلام مواضح جداً وأبتدي يتم تطبيقه من نص ديسمبر خلاص ده أولدت ست دشر للموظفين مهلة لتطبيق القانون الآن دلوقتي أتمنى أنه يعني حيبقى فيه اختبارات عشوائية ما عندش يقولي أصل الحشيش عادي لا مخدر وبنحذر ثم نحذر ثم نحذر من المخدرات المخلقة لأنها صعبة جداً الحشيش مش عادي الكوكاين مش عادي كل المخدرات عادي لا أنا فيه 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 جزء من المجتمع بيعتبر أن ده شيء طبيعي لا مش طبيعي خالص